موسيقى مشاهدين الكرام برحب بحضراتكم حلقة جديدة من برنامج مؤشر النيل بنتعرف من خلالها بالأرقام والتحليل على أداء البرصة المصرية اللي ارتفعت مؤشراتها النهاردة لدى إغلاق تعاملات اليوم السلساء ارتفع مؤشر البرصة الرئيس إيجي أكسا ترتي بنسبة 1.3% وسجل 10.997.35 نقطة كمان صعيضا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي أكسا 70 بتعاملات بنسبة حوالي 1.19% سجل 2064.56 نقطة امتدت الارتفاعات لمؤشر إيجي أكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.28% مسجل 3.010.82 نقطة أما على صعيد القطاعات النشطة في السوق النهاردة فكان موجود أو جيف المقدمة قطاع العقارات الأكثر نشاطا في السوق بنسبة 30.40% في المرتبة الثانية جاء قطاع خدمات مالية غير مصرفية بنسبة 16.1% أما قطاع الأغذية والمشروبات والتضغف قد جاء في المرتبة الثالثة بين القطاعات النشطة بنسبة 87.84% بالنسبة لرأس المال السوقي ربح النهاردة لأسهم الشركات المقيدة بالبرصة نحو 6 مليارات جنيه مصري ليصل إلى مستوى 6.638.4 مليار جنيه بعد تدولات كلية بلغت 3.2 مليار جنيه خلونا نتعرف أكتر على مزيد من التحليل والمتابعة لأداء البورصة من خلال ضفنا المنورنا فيه في السوديو أستاذ محمد عبد الحكيم الخبير بأسواق المال برحب حضرتك معنا النهاردة واسمح لي بس نخرج لتأرير ونرجع نبدأ لقاء مشاهدين الكرام تأرير ونرجع لأحضراتكم في جلسة منتصف الإسبوع سجلت مؤشرات البرصة المصرية ارتفاعا جماعيا قويا في دلالة على الحركة الصعودية لأغلب أسهمها خلال التعاملات البرصة تأثرت بعمليات شراء قوية من المستثمرين العرب قابلتها عمليات بيع من جانب المستثمرين المصرين والأجانب لم تفلح في تحويل دفة المؤشرات نحو الهبوط وربح رأس المال السوقي لأس مشركات المقيدة بالبرصة نحو ستة مليارات جنيه ليصل لستمائة وثمانية وثلاثين مليارا واربعمائة وخمسة وتسعين مليون جنيه بعد تدولات كلية تجاوزت الثلاثة مليارات ومائة مليون جنيه تضمنت قرابة مليار وثمانمائة مليون جنيه تعاملات في سوق الأسهم مؤشر البرصة الرئيسي جيك ثيرتي ارتفع بنسبة واحد وثلاثة من مائة في المئة وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتاصطة جيك سيفينتي بنسبة واحد وتسعة عشر من مائة في المئة وطلت موجة الارتفاعات مؤشر جيك ساندريد الأوسع نطاقا بنسبة واحد وثمانية وعشرين من مائة في المئة اللون الأخدر سيطر على معظم الأسهم المتداولة بالسوق حيث صعد ثلاثة وتسعون سهما من مائة وثلاثة وثمانين سهما جار التداول عليها وهبط خمسة وخمسون سهما واستقر خمسة وثلاثون سهما عند أسعار إغلاقاتهم السابقة مشاهدين الكرام برحب بحضرتكم مرة تانية ومؤشر النيل وبرحب بضيفي المنورني فيه للسوديو أستاذ محمد عبد الحكيم خبير أسواق المال برحب بحضرتك معنا مرة تانية الحقيقة أستاذ محمد نارض الحمد لله كنا وصلنا للمنطقة الخضرة ده مباشر لأننا الأسبوع اللي فات أفلنا على يعني هبوط لكن مع بداية الأسبوع ومبارح يمكن حريطك قلتدي في الفاصل إن احنا بدأنا نواصل حركات الصعود النهاردة كان الصعود أقوى لأن احنا وصلنا لحوالي 6 مليار جنيه شايف المشهد إزاي النهاردة المشهد الحقيقة السوق اكتفى بالتصحيح الهبوطي يعني بقى لنا شوية ما بنعملش ارتفاعات جديدة صحيح حصل موجة من جاني الأرباح طبيعية جدا وأعتقد إن بدأ المستثمر يبقى يعني أكثر إقبالا وشراهة للشراء شفنا النهاردة الشراء بشكل قوي أحجام تداول عالية جدا مدفوع بشرا المؤسسات وإن كان أكتر المؤسسات المصرية إلا إن وجود المؤسسات في جانب المشترين يعني بيعطي اطمئنان للسوق أحجام تداول عالية بتعطي اطمئنان للسوق توزيع القطاعات وانتشار الصعود على مستوى كافة القطاعات شيء بيعطي اطمئنان أيضا فالحقيقة المشهد شكله في المجمل إيجابي خلينا ندخل لتفاصيل مؤشر البورسة الرئيس النهاردة اي جي أكس تارتي ارتفع بحوالي واحد وثلاثة من مية في المية وسجل عشر تلاف سبعمية تسعة وتسعة احنا برضو ما زلنا في حاجز العشر تلاف آه دحت الحداشر بس عموما تقييم ونقاط الدعم والمقاومة بالنسبة ليه هذا المؤشر نقاط الدعم هي اللي احنا طلعنا منها من يومين تلاتة آه في مستويات اللي عشر تمنمية عشر تمنمية خمسين دي مستويات الدعم الحالي مستويات المقاومة اللي احنا نزلي منها المرمي تبني عند 11 ربعمية 11500 اللي احنا دلوقتي متجهين ناحية ناحية ففي الأغلب هي دي تبقى مستويات المقاومة الدعم في الوقت الحالي يعني احنا هنستمر في حاجز العشر تسعمية 11 مثلا 100 200 في الرنج ده على مدار الأسبوع ممكن نطلع ربعمية خمس وقت مش بيد ضرورنا الاسبوع دوت لكن طبعا نحن النهاردة قفلين كويس قوي والسوق هالثي يعني فيه صحي وفيه قوة وواضح انه يعني يعاوز يتجه ناحية مستوىات المقاومة فان شاء الله احتمال يعني قوي ان احنا نشوف مستوىات المقاومة دي سواء لحينا في اليومين اللي فضلين في الاسبوع او استكملنا الصعود خلال الاسبوع القادم نتكلم شوية كمان عن مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة يمكن حقق هو الوحيد اللي محقق على مدار العام مكاسب لكن هو جمان النهاردة برضو حقق تعاملات معقولة 1.19% ويسجل حوالي 2064 نقطة بالمقارنة بالمؤشر الرئيسي توقعاتك لمؤشر الاسم الصغيرة خلال الفترة اللي فاتت كلها مؤشر الاسم الصغيرة والسطة كان اقوى اداءا من الاجيكثيرتي طبعا نحن نتوقع استمرار العلاقة دي يعني فيه فيه علاقة ايجابية لما بيطلع بيطلع معي وفيه قوة ميلة ناحية الاسهم الاصغر ربما للوزن الكبير للتجاري الدولي في المؤشر الثيرتي لان كل المؤشرات التعانية بتدعم من الفيفتي والسيفينتي والون هندرد كلهم بيقود برفورم المؤشر رئيسي بأداءهم أفضل من أداء المؤشر رئيسي فغالبا السبب في كده هو التجاري الدولي ولذلك احنا برضو بنستمر يعني نتوقع استمرار أن المؤشرات الأوسعة نتوقع تبقى أقوى من جيش اكسرتي كان فيه تقريب لمنظمة دول سوق المشاركة الشرق وجنوب إفريقيا تكلمت أن البورصة المصرية هي البورصة اللي حظيت بنصيب الأكبر من الاستثمارات الأجنبية اللي جاية لأسواق مال دول منطقة الكوميسا في عام 2019 كان النسبة كانت حوالي 38% وبعدنا وبعد مصر تونس والسودان حريب شفت المشهد الزي ما فيش شك أن احنا أقوى سوق يعني في أفريقيا بنفسنا شوية جنوب أفريقيا إنما في النهاية يعني احنا من أفضل الأسواق من ناحية حاجات كتيرة يعني من ناحية تطور السوق نفسه خبرات الكبيرة اللي موجودة في السوق برضو الأسهم المدرجة الفرص السمارية اللي عندنا كويسة الفترة الفاتحة كان برضو شغال بشكل كويس جدا تدولات سادت فبرضو دي كانت جاذبة للمستثمين بشكل كبير والتدول فيها كان بحق أحجام تدول عليك الخبراء الاقتصادين قالوا علشان عودة عمليات الشراء القوية اللي جات نتيجة للشهادات الإيجابية اللي جات من المؤسسات المالية العالمية ده ده وحريك بتتفق بها ولا في حاجات تانية خلت يبقى فيها عندنا عوامل جذب للمؤسسات والأفراد الأجاني أعظنا ده سبب الرئيسي احنا بنحق نموه في حين العالم كله كان الفترة الفاتت يعني بيعاني طبعا مشاكل وتباطؤ اللي ما حصلش عندهم كماش حصلا تباطؤ صحيح فاحنا عندنا يعني معدلات نموه بالمجاب نتكلم في 2-2 ونص فدي طبعا حاجة كويسة في ظل الواضع الحالي فأعتقد هو ده كان عامل الجذب الأكبر يعني كل خبراء الاقتصاد في العالم بيبحثوا إزاي يقللوا من تبعات الأثار الاقتصادية اللي ممكن أنها تيجي جراء فيروس كوفيد 19 وأنها تأثر على الأسواق من وجهة نظر حريتك إيه هي اللي مفروض في مصر إحنا نعمله للتقليل من الأثار على البورسة المصرية شوفي حقيقة الفترة اللي فاتت بتاعة الإغلاقات اللي حصلت شهر ثلاثة والكلام دوت قدت خبرة للعالم كله وإحنا منه صحيح إزاي نقدر نتعامل ملاضع ده وما ندخلش في مشاكل اقتصادية كبيرة بسبب الأغلاقات دي أعتقد أن حتى العالم كله النهاردة مش رايح قوي ناحية الإغلاقات صحيح حتى لو في بعض الأثار الجانبية إنما وده احنا أكلمنا فيه يعني في وقتها وقلنا إن جماعة الإغلاقات هتبقى مشاكلها كبيرة جدا 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 على الاقتصاد فأعتقد الدروس اتخذت وتفهمت كويس وما ظنش إن إحنا هنشوف نفس التعثرات اللي شفناها الفترة الأولينية سواء من ناحية الآثار السلبية أو من ناحية التصرفات بإغلاقات أو كده أو من كمان بدأنا ناخد دروس إزاي نعالج زي أسعار الفايدة نحاول نخليها منخفضة إزاي نستبدل التواصل بالتواصل الإلكتروني وهكذا يعني فيه شوية إجراءات تعلمناها كويس وأعتقد هتبقى مفيدة جدا الفترة اللي جاية وبالتالي الأسعر إن شاء الله مش هيبه جميل طيب خليه يتكلم شوية عن سعر الدولار لأن احنا عندنا على مدار عام 2020 يعني من نداية العام لحد النهار حوالي 40 قرش خسارة أمام الجنيئ المصري شايفوا بيتجه لفين سعر الدولار الآن في السوق المصري فيه حاجتين بيحددوا سعر الدولار أولا سعر الدولار عالميا بشكل عام فده يعني معظم مؤسسات بتتوقع أن الدولار عالميا يهبط يعني درجة أن فيه بعض المؤسسات توقعت أنه يهبط في حدود العشرين في المية من ثمنه الحالي كمؤشر للدولار عندنا في مصر أعتقد فيه زي أي دول ممكن الدولار يتأثر أنه ينزل انخفاضات أمام العملة الدولار الاندكس بيتكون بشكل أساسي من اليورو والدهب وبعض العملات التانية أظن هذه المحددات الأكبر وزنا في موضوع نزول الدولار عندنا في جوا مصر أعتقد شوية البنك المركزي بيحاول أن هو يزبط إقاع السعر الدولار علشان الأثار الجانبية سواء من تضخم أو من تدفقات لإصمارات أجنبية أو كده ولذلك أنا يعني مش بتوقع أن يبقى فيه تغير كبير في سعر الدولار خلال فترة اللي جاي نتكلم شوية عن الدهب اللي كل ما الأمال بتزيد في وجود لقاحات الفيروس كورونا أو حتى الانتقال الثالث للبيت الأبيض يعني الزروف بقت في أمريكا خاصة بعد التعاون الأبداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمس لتسلم السلطة فالنهاردة الدهب بيواصل هذا التراجع ده يأثر على السوق؟ بصحك نزول الدهب شوية بيدي إحساس بأن المستثمرين متطمنين شوية صحيح ما عندهمش الآلة إلا كسر الـ 1060 في الدهب 1060 دولار 1050 للوقية أعتقد ممكن يجلب المزيد من الهبوط للدهب وده شيء إيجابي للمناخ الاستثماري بشكل عام في العالم كله يعني الناس بتخرج من الدهب معنا كده أنها بتدخل في مصادر استثمار أخرى أو يعني أوعية استثمارية أخرى ومنها طبعا الأسهم فده طبعا يعني بيبقى مؤشر إن إن شاء الله ممكن الفترة جاءت بقى يعني إيجابية خاند برينت نحن عندنا من مارس وهو بيسجل أعلى مستوى وخصوصا إن فيه دعم من وجود زي ما حردتك أو قلنا في النسبة للدهب إن فيه لقاح وفيه انتقال بقى فيه دوء أخضر لجو بايتن للانتقال للبيت الأبيض توقعاتك للأسعار بصحك طبعا كنا متفقلين شوية يعني كوننا متفقلين بالنسبة للإقتصاد العالمي أكتر من الفترة اللي فاتت فده طبعا بيخلينا متفقلين بشأن سعر البترول إنما البترول غير الدهب شوية البترول لي حدود عليا بعدها بيحصل تشجيع لمنتجين خصوصا منتج النفط الصخري اللي هما بيبدأوا أرباحهم تشتغل ببتداء من 40 دولار لغاية 50 دولار فموضوع إن نتوقع أسعار للبترول فوق المناطق دي أعظمنا هيبقى صعب شوية لأن كل ما السعر هيطلع شوية كل ما هيبدأوا منتجين كتير للبترول الصخري يشتغلوا خاصة في أمريكا وده هيكتر العرض بالضبط كده فده بيخلينا شوية ما نتوقعش أسعار أعلى من كده وبرضو ما نتوقعش نزول كتير باعتبار إن احتمال إن شاء الله الطلب يتحسن وتبدأ معدلات النمو في العالم كله تتحرك وبالتالي هكون حافظ قوي للطلب على البترول النهاردة كان فيه تدولات حجم السيولة اللي حصلت في السوق حوالي 3 مليار و 200 مليون جنيه منهم مليار و 800 مليون كانت فيه سوق الأسهم حجم التدولات الحالي شكله إيه وتأثيره إيه؟ كان متوسطات فترة الفاتت ممتازة تمام يعني إحنا أعلى من المتوسطات بتاعت الفترة اللي فاتت ودي حاجة إيجابية جداً يعني بتخلينا برضو عندنا توقعات إن هندخل على مستويات المقاومة اللي هي في حدود 11-14-500 بقوة ويبقى عندنا توقعات أقوى إن إحنا نكسر المستويات دي ونتخطها إن شاء الله المستثمرين المصريين والأجانب اتجهوا نحي التبيع الأسهم العرب اتجهوا نحو الشراء تقييم أداء الأطراف التالتة هي باهتم أكتر بنوعية المستثمر مش جنسيته صحيح ونوع الاستثمار صحيح فشوية بجدي وزن أكبر لهو ده مؤسسة على فرط فكوني النهاردة ألاحظ شراء صافي شراء للمؤسسات مع ارتفاع السوق كبير يعني طبيعي إنه لما نشوف السوق طالع بنبيع صحيح لا السوق طالع جامد والمؤسسات المصرية صافي شراء فده يعني بيدي اطمئنان حتى وإن كان المؤسسات الأجنبية صافي بيع قليل لكن المؤسسات بشكل عام كانت صافي شراء ودي حاجة جديد أنا بشكر حضرتك جداً أستاذ محمد عبد الحكيم الخبير بأسواق المال شكراً جزيلاً حريك شرفتنا ونورتنا مشاهدين الكرام بكده بنكون وصلنا لنهاية برنامجنا مؤشر النين رب بنكون قدرنا نقدم لحضراتكم بعض المعلومات والتحليل لأداء البورصة المصرية اليوم اللي أغلقت النهاردة على ارتفاع وصعود بعد الأسبوع اللي فات من الانخفاض لكن بدئين إن احنا نرجع تاني للمنطقة الخضرة في البورصة المصرية وتدولات الأسهم خلونا نتابع مع حضرتكم بكرة إن شاء الله أسرة جديدة من حلقة جديدة من برنامج مؤشر النين شكراً لكم وإلى نقال شكراً لكم